السلام عليكم، أهلاً وسهلاً بكم في قناتنا اليوم سنتحدث عن سؤال شائع ومثير للدهشة لماذا تبح الكلاب عند سماع الأذان؟ إنها ظاهرة لاحظها العديد من الناس حول العالم ولكن هل تسألتم يوماً عن سببها؟ في هذا الفيديو سنستكشف هذا السؤال الغامض ونحاول إيجاد إجابة له من منظور ديني وقبل أن نبدأ، أود أن أشجعكم جميعاً على مشاهدة الفيديو حتى النهاية لتكتشفوا الإجابة المذهلة على هذا السؤال لا تنسوا ترك تعليقاتكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات أدناه ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد من فيديوهاتنا المثيرة دعونا نبدأ الآن فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند سماع نباح الكلب لأنها ترى ما لا نرى فعلى المسلم أن يفعل ما شرع له وأما نباحها عند سماع الأذان فليس بالأمر المضطرد الدائم فكأي من كلب لا ينبح إذا سمع الأذان ومع ذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يفر عند سماع صوت المؤذن وله ضراط فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى فقد يكون عواؤه لرؤيتها وهي تنفر وقد يكون الكلب نفسه شيطانا فالشياطين تتمثل بصور كثير من المخلوقات وعلى كل فمتى نبح الكلب سواء عند الأذان أو غيره فإنه يكون قد رأى ما لا نرى ومن ثم فيشرع التعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم والظاهر أن الذي يراه الكلاب ليس ملائكة وإنما شياطين ويدل لذلك ما في الحديث من سمع نباح الكلب أو نهاق حمار فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإنهم يرون ما لا ترون وفي حديث آخر إذا سمعتم صياحة ديكة من الليل فإنها رأت ملكا فسلوا الله من فضله وإذا سمعتم نهاق الحمير في الليل فإنها رأت شيطانا فتعوذوا بالله من الشيطان ترجمة نانسي قنقر